موسيقى برحب بكم مشاهدينا من جديد في قولة فقراتنا الحورية طبعا ما فيش شك انهر النيل بيعتبر ثروة مائية ضخمة جدا ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا كشعب مصري بوجودها عندنا هنا في مصر واكيد احنا في الاوانة دي او في فترة دي بالتحديد نحتاجين اننا نستفيد من كل قطرة من مياه النيل للحفاظ على الثروة المائية الضخمة اللي موجودة عندنا طبعا وهي نهر النيل النهاردة معايا احد البحثين اللي لديه بعض الافكار الهمة من اجل كيفية استخدام المياه المهضرة من النيل والمياه التي سبق استخدامها من قبل في زراعة كثير من المحاصيل كيفية استعادة استخدامها من جديد لرأي المحاصيل واستصلاح العديد من الاراضي الصحراوية وكيفية وصولها الى سيناء بالتحديد من اجل اعمار سيناء واعمار الصحراء في سيناء هنتعرف على هذه الافكار اللي اكيد طبعا هي افكار همة جدا وهيكون لها تأثير ايجابي جدا على الزراعة وعلى توفير المياه في الفترة القادمة ضيفي العزيزي المشرفني في هذه الفقرة هو الاستاذ انور الساداد باحث في شؤون مياه النيل المستعملة استاذ انور اهلا بحضرتك كيف انني برحب بك اهلا بحضرتك طبعا حضرتك عارف يعني كأي مواطن مصري اهمية نهر النيل وان نهر النيل يعتبر سروة مائية ضخمة جدا ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيها ويمكن احنا مصر دولة بتحسد دايما على نهر النيل العظيم الشوريان الحياة اللي بيجري في ارضها قدي احنا محتاجين ان احنا نوفر كل خطرة من مياه النيل وكلمنا اكتر عن مبادرة حضرتك وافكار حضرتك حول اعادة استخدام مياه النيل المهضرة اولا بسم الله الرحمن الرحيم هو فعلا المشروع اللي بقول له حضرتك ده ده نهر موجود زي نهر النيل لكن هو نهر اسمه نهر المصريين ده اللي بيستخدمه المصريين في المحاصيل الزراعية من محافظة القاهرة محافظة الاليوبية محافظة المنيوفية محافظة الشرقية محافظة المنصورة اللي بيجي بالزبط حضرتك من مكان سهل الصرف الحسنية المياه دي كلها متحولة في مصرف بحر البقر ومصرف بحر رمسيس البحرين ده بحر البقر وبحر رمسيس حضرتك بيوخوا في بحيرة اسمها بحيرة المنزلة اللي كل اللي عالم كله عارف بحيرة المنزلة اللي هي مساحتها 720 ألف فداء يوجد في الأربع محافظات اللي على البحر ده بحر البقر وبحر رمسيس أربع محافظات محافظة اسماعيلية ومحافظة بورصعيد ومحافظة الدأهلية ومحافظة الشرقية نسبة الزراعة بهذه المياه فائقة الجود والزراعة توجدت بهذه المياه لم تستخدم كيماوي واخد بالك إلا نسبة كيماوي فيها يعني لو الفدان بياخد على مياه ميل الطبيعي بتاعنا أربع شكاير ده بياخد شكارة واحدة لو نسبة الزراعة بتستخدم بالنسبة للغلة يعني أربع شهور ده بياخد واخد بالك ثلاث شهور يعني النوع ده من المياه بيوفر فيه المستلزمات الزراعية فان دم اي جدا وممكن كمان يعني المسؤولين واخد بالك في وزارة الزراعة المؤكرة بيعملوا مصنع أسمدها لأن ده كل اللي فيه مياه كلها مياه واخد بالك حضرتك بطبيعتها بخيرها يعني زي بقول المياه خارجها كلها من أسمدها واخد بالك من طراب للطراب احنا بنقول النهاردة حضرتك في وجود المشكلة اللي بتاعاني منها مصر احنا بالفضل الله ده حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى هبطوا لمصر فلاكم فيها ما تسألون عندنا بحيرة المنزلة بحيرة المنزلة المية دي كلها بحر مصيص وبحر البقر متحول فيها والمصاب بتاعهم بيصب في البغاز البحر المتوسط البغاز بورص عيد البحر المتوسط وبيصب في المصاب التاني اتنين بغاز بحر دمياط وبغاز دمياط حضرتك المساحة دي كلها كلها مياه طيب احنا بنقول من بحيرة طبيعية من بحيرة طبيعية ربنا سبحانه وتعالى وجدها لنا بنحول البحيرة دي واخد بالك حضرتك إلى بحيرة صناعية في سيناء عن طريق거든요 ترأة السلام الي موجودة واخد بالك الشاملين ده وموجودة ترأة السلام يعني احنا هنجينا نبص في مسرب بحر البار دلوقات على الخريطة حضرتك هنبص من المصد ومعين من نوقات تحويل معدية لسيناء اللي موجود دلوقتي في السيناء دلوقتي حضرتك هي عين واحدة بس من تمن عيون الميا بتروح للمزارعين في السيناء سوى المزارع السماكية او سوى المزارع آخد بالك المحاصين العادية يعني بتروح بالوعدة يعني يعني الناس اللي ما يلحقشوا حتى يصحى منهم وما يلحقشوا مية ما يعرف احنا بنقول بفضل الله المية دي لو القيادة السياسية تبنت هذا الفكرة وحولت المية دي واخد بالك من بحيرة واخد بالك طبيعية لبحيرة صناعية هيتوفر عندنا المية المية هتروح المية بتاعة صرف الزراعي ده ممكن نقول نعملها في ألف فدان الألف فدان ده حضرتك هيبقى كل الرواسب هتنزل بتاعة المية يعني المية دي ممكن تصلح أنا من وجهة نظر يعني ليه الشور بوقيت بالك بتاع الناس بدون حتى حالكي فندم اختبرت المية دي أو تم تحليلها يعني علشان تبقى النتائج دي لاستخدامها مؤكدة ويتم استخدامها بكل أمان سواء للرأي الزراعي أو لاستخداماتها النية بتصب في بحيرة المنزلة ومعروف ان بحيرة المنزلة فيها سروة سمكية في استزراع سمكي في البحيرة دي تمام السروة السمكية بتاعة بحيرة المنزلة حضرتك بيطلع منها حضرتك سنويا ده يعني كلام تتساءل عنه السروة السمكية يعني 750 طن سنويا 750 طن سنويا من بحيرة المنزلة ده اللي بيطلع بيه فواتير لكن ممكن بيطلع بخيركم بيطلع بيروحوا بأي مناطق تانية ما نعرفش لكن ده الموجد ليه فواتير احنا بنقول الله مصلى عن نابل كامير ان في زراعة في النهاردة مشروع مبارك للخرجين في محافظة اسماعيلية مركز الانطرة غرب مركز الانطرة غرب المشروع ده موجود فعلا مساحته 7000 فدان الشباب كله شباب الخرجين ملقاش مية وخدالة ملقاش مية النيل اني مفيش مية النيل يعني انا شانو بكون صادق معاك مفيش مية النيل متوفرة لي جابوا واستخدموا مصرف بحر البقر بقت الزراعة موجودة حضرتك 7000 فدان دلوقتي انا بكلمك زي يعني زي ما يكون موجود قدام حضرتك السبع تلافة فدان كلهم زرعين غل يعني ده دليل على ان التجربة دي نجحة او ان استخدام هذه المياه من جديد نجحة نجاح باهر يعني بمعنى يا حضرتك الفدان اللي بيستخدم اللي بيشرب من مية النيل الطبعية تامنه بنقول مية الف جنيه تمام الفدان اللي بيشرب من المية المستعملة دي تامنه تلتمية الف جنيه ليه حضرتك ان المية دي واخد بالك فائقة الجودة زي ما قلتلك عن زراعات النهاردة الفلاح واخد بالك بيرمي واخد بالك يعني التقاوى في الارض في ارض مية النيل وفي ارض اللي بقول لحضرتك عليها الفلاح انبهر انبهر يعني يعني لما تبقى تبص لحضرتك تلاقي في السبع تلافة فدان كلها زرعين غلّة كده واخد بالك حاجة يعني حلم حلم احنا نتمنى نلاقي في سينة مثلا مليون فدان او اتنين مليون فدان بهذه يعني المساحة تاني على حاجة في زراعة الرز حضرتك بتبقى واخد بالك يعني ما فيش اي فلاح يعاني من اي مشكلة حتى ما بيتدورش واخد بالك يعني بنوجه ده احنا بالنسبة للناس يعني الفلاحين وهم يعني فاهمين اللي انا بقوله حضرتك انه لما بيجي بيستخدموا مياه الميل بيجيبوا مواد كيموية كتير يعني بيكلفهم واخد بالك اسمدة وحاجة كتير عشان يقتل للحاجات المياه اللي بقوله على حضرتك دي ما بتحتاجش قال لها نسبة قليلة جدا جدا وفيه أامكن أرض يعني لم يستخدموا اهواك أي كيموية يعني استخدام المياه دي يفندم ممكن يعني يوفر شوية في استخدام مياه النيل في زراعة الرز يعني بما إن الرز من المحاصيل اللي بتحتاج ليه مية وشارعها جدا ليه المياه ويمكن دي من الأزمات شوية او المشكلات اللي بيواجهها كتير من المزرعين على كلام حضرتك ان ممكن ده يكون حل ايجابي جدا لتوفر المياه في زراعات كتيرة زي الرز تمام حضرتك وبالفعل زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي اني كن بص نقولي اكبر مساحة محافظة المنصورة ومحافظة الشرقية ومحافظة المنوفية هي دي الارض الفائقة دي شرق دلتا لها ارقى قطعة ارض يعني احنا بنقول دلوقتي تربة فيها تبقى خزبه تربة فيها دلوقتي الاراضي دي كلها بتعاني في الصيف بالذات من قلة زراعة الرز وبعض يعني المسئولين بنعوم بقولهم اللي اي حد هيسرع الرز انا هحضرها بسبب قلة المياه وروحة المياه صفرة واخد بالك تبع المطارية الاهلية وهنقف واخد بالك البس اللي بيروح لسينة بس المياه اللي هو مية النيل اللي بيروح لسينة هنقولهم يا جماعة اقفوا كده احنا الارض دي كلها المساعة دي كلها واخد بالك 17700 فدان احنا هندخلهم المياه المياه دي ضخوها للمنصورة والشارقية ولو امكن ممكن تدخوا الغربية والمطر ده واحنا هنستخدم مية بحر البقر دي الى لسينة سينة دلوقتي لا يوجد فيها زراعات رز ولا يوجد فيها زراعات غلة المياه دي احنا كتجربة وشرحتها لحضرتك عن مشروع مبارك للخريجين اللي هو موجود في مركز الانطرة غرب في محافظة الاسماعيلية ده مشروع نجح واخد بالك ده تجربة وفي زراعات تانية بقى مواطنين عاديين يعني غير المشروع انا بكلمك كمشروع في فاعل اسمها قرية الامان لكن في مواطنين تانيين عملوا تنمية جمدة جدا جدا حضرتك ونجح ونجح باهر وزي ما قلت لك الارض يعني يعني الناس هناك يعني لو الناس يعني فيه ناس انا اعرف ناس شخصيا يعني يقول لو تحطرنا في الفده نص من يقول مش هنبيه من ايه؟ من المياه اللي بقولها لحضرتك فاحنا يعني بفضل القيادة السياسية واخد بالك اللي احنا يعني كل الناس يعني لمساها يعني فيه ازمات لكن احنا ان شاء الله بفضل الله بفضل الله اللي احنا نتمنى ده الحلم اللي انا نتمنى يعني ان المياه دي واخد بالك تروح من بحيرة طبعية في جنوب بورصعيد إلى بحيرة واخت بالك صناعية في جنوب سيناء تخيل يسأل حضرتك عن اهتمام الحكومة بالأفكار دي ليه الحكومة ما تبنتش هذه الفكرة أو ما تمش تطبيق ده أن يتم الاستفادة من المياه طبعا الصرف الزراعي في أن يتم إعادة استخدامها من جديد في رأيه كتير من المحاصيل واستطلاح كتير من الأراضي وتحديدا الأراضي في سيناء زي ما حضرتك بتقول أنها فقيرة وما فيهاش فقيرة من ناحية تنهية ما فيهاش زراعات يعني كتربة هي تجود فيها زراعة كتير من المحاصيل ولكن للأسف مع مشكلة المياه أو ندر المياه ده مش متاح حاليا ليه الحكومة ما هتمتش بده أو ما فيهاش تفعيل ده بالنسبة لسيناء حضرتك التربة بتاعت سيناء عايزة مية كتيرة المية الكتيرة دي واخد بالك زي ما قلت لحضرتك بالنسبة للمسؤولين سواء من أربع محافظات سواء محافظة السماعيلية أو محافظة بورصعيد أو محافظة داهلية اللي هم المخطصين على المية حضرتك طلع قرار وزاري 2002 و2009 بيقول ما عدم استخدام مياه الصرف لعدم لأنها مياه ملوسة تمام؟ مياه صرف الزراعي لا أولاك الصرف الصرف بشكل عين 2002 و2009 احنا بنقول أن منطقة ساهل الحسنية ما كان صرف منطقة ساهل الحسنية وما كان صرف منطقة واخد بالك شمال الحسنية لمما واخد بالك يعني من وجهة نظري أنا واخد بالك وأنا واخد بالك حللت فيها ومياه لا تطلع لا لا ما فيهاش أي نوع من أنواع التلوث طب المياه واخد بالك لو فيها نوع من أنواع التلوث إزاي تروح تسمح بها أن تروح بهيرة المنزلة وإزاي تسمح بها أن تروح تتعدل البحر المتوسط والضر البحر المتوسط إذن إحنا بنقول حضرتك أن إحنا وقد بالك تربة أرض سينة دي كتربة رملية وممكن وقد بالك أن يدخل فيها بعض الباحثين وقد بالك للتطوير مثلما يقدرين استصلحة بشكل عام يقدرين بعض القوات المسلحة الباسلة وقد بالك المهندسين العسكريين يقدرين أن يشوفون مجرى هذا الأرض يعني ودي المياه اللي موجودة ودي مياه متغفرة جدا هل يبتز أنور نتائج تحليل المياه كمياه؟ يعني على جنب كده المياه لما نيجي نحللها نتائج التحليل مختلفة عن التحليل اللي ممكن يجرى على المحاصيل اللي تم ريها بهذه المياه أو التحليل اللي تم عملها على الأسماك اللي موجودة في بحيرة المنزلة النتيجة مختلفة ويمكن ده اللي ممكن يكون مسبب قلق شوية؟ تمام كده حضرت كنت قلت نقطة مهمة جدا يعني النقطة دي كل واحد مسؤول بييجي أو يعني اللي جن المؤكرة يعني ما بنشكش فيها ولا فوطنية اللي جن اللي بتشرف والنهر بيجري كده أو البحر بيجري كده بيجي بياخد مياه من البحر والمياه بتجري كده المياه دي المنقول اللي حاطرتك عشان تبقى فائقة الجودة بنقلها أنا واخد بالك بالزبط بسيبها يعني ايه ثلاثة أربعة ساعة بسيبها أربعة أربعة ساعة بنقلها مثلا يعني لو أنا مثلا عندي مثلا يعني أرضي ثلاثة فددين بيجيب ربع فدان كده بحضانها في يعني يعني زي خزان ميا كده عندي مثلا خزان ميا بامل الخزان الميا وبسيب مشربش منه مباشرة بسيب الخزان الميا ايه حاطرتك يعني ساعتين وبعد ساعتين بلايها مياه طبيعية كده بتنزل الرواسف فين؟ في الربع فدان ده في الاسفل تده وبتبقى الصراحة صالحة جدا جدا صراحة من نفس الوقت ميا وكماوي يعني يعني تركيبة مع بعض ميا وكماوي يعني للأرض كل الناس زرعت وما بشوفنش هيا حتى يعني حتى حتى السروة الحيوانية بتشرب منه بنشوف يعني بسم الله ما شاء الله يعني الفلاحين اللي هم بيستخدموا واخد بالك يعني هزي الميا للمواشي بتاعتهم بنشوف يعني بسم الله ما شاء الله حاجة يعني تمام يعني طبعا يا فاندب يعني حاجة تكامل نسبة نقائل الميا دي تعتبر فائقة الجودة يعني فائقة الجودة أنا بالنسبة لي أنا يعني من الحلم اللي شفته واخد بالك قدامي حضرتك أن الميا يعني في زهول إزاي الميا دي واخد بالك دي بس بنسبة يعني كم في الميا ممكن يكون في بعض الرواسب أو بعض المركبات اللي ممكن يعني تندمج مع الميا أو تختلط بالميا وممكن إلى حد ما يكون لها ساد افكت أو أثار جانبية على المحاصيل أو على الصروة السماكية بشكل عب هل ده محتمل ولا لا؟ لا هو مش محتمل حضرتك لما تتعمل صرف زراعي ساهل الحسنية أصبح أن الصرف الزراعي مع الخليط ده ثانيا البحر ده كله صرف زراعي يعني لم يكن فيه واخد بالك أي واخد بالك هما يقولون ده صرف صحي الصرف الصحي ده بيجي من عند الأليوبية كده واخد بالك واخد بالك عن الشرقية بداية واخد بالك عن بلد اسمها فاوس كده لكن بعد فاوس وانت ماشي كلها أرض صرف زراعي وكل الناس زراعت حضرتك ويعني حتى لو صرف يعني حتى النهاردة واخد بالك في الأبحاث العلمية على بستوى العالم كله حتى لو فيها خليط من أنواع الصرف الصحي نقدر نقول حضرتك أن احنا يعني نجيب مراكز من مراكز الأبحاث ونعمل على التطوير المية نفس الوقت إحنا لما نعمل على تطوير المية هنعمل على تطوير بحيرة المنزلة البحيرة دي لها المرضى 80 سنة بالزبط أو أكتر من 80 سنة واخد بالك لما تشأ مصرف بحر البقر ده ليها حضرتك وأصبح المية بتيجي فيها بتكون لها بنزل لي رواسب يعني جانب لما احنا بنحول المية دي بننقل البحيرة الطبيعية دي إلى بحيرة صناعية بسينة على ألف فدان أولاك زي ما القيادة السياسية وزي ما هو باك المهندسين واخد بالك المختصين يعني هما طبعا قادرة مني وعندهم يعني فكرة أكتر مني بنفس المساحة الموجودة لأن احنا هنزرع بنفس المساحة ثانية على كده بالنسبة لساحل الطين لساحل الطين حضرتك الزراعة دي لو أنا حتى عايز أستصلح صاحل الطين واخد بالك وخلال سنتين أخليها أرض صالحة من أرض ومن دلوقتي بيستخدموها كسمة إن الأرض كلها واخد بالك طامي النيل يعني هي دي الأرض يواخد بالك بتستخدم بتستصلح يعني في نفس الوقت بتستصلح أي أرض ميتة يعني أي أرض ميتة يعني حق يعني شايف أن يعني أنت محتاج أن يكون في تعاون من مراكز بحوث المياه مع حضرتك لتبني هذه الأفكار يتم تطبيقها بشكل موسع أكتر علشان نضمن أن يكون في استصلاح لكثير من الأراضي الزراعية الغير مستغلة نضمن أن يكون في إنتاجية أعلى من المحاصيل نضمن أن يكون عندنا ثروة سماكية هائلة أكبر بكثير من اللي موجود عندنا دلوقتي والله أنا بقول تلوقتي للقيادة السياسية في مصر باللي أنا شايفه يعني وملتمسوا أن القيادة شغالة يعني بسم الله ما شاء الله يعني في مجهود بيوبزل في مجهود بيوبزل جبار يعني لم تشهده مصر يعني من أيام أسرة محمد علي يعني من محمد علي باش يعني لم تقضيها الكرمات لكن بالنسبة بك للضغوط السياسية وقد بلك على مستوى العالم كله وممكن يعني إيه قل التركيز في منطقة النهاردة الضغوط موجودة حتى في الوزارات حتى في العيئات مش حتى يعني على أي إحنا بنقول النهاردة عشان نوصل للمرحلة دي بدون أبحاث أنا هاجي عند نقطة تحويل وقول حول لي وخبك أنت أنت حضر لي خمس شهر حضر لي مئة فدان وحول لي المياه ده فيه بنقول بدون أي أبحاث عشان ما كلبش الدولة في النهاردة الدولة يعني بتتور على الجنيه واحد عشان توفره للمواطن مش توفره بك للوزارة للمواطن إحنا هنيجى عند الصحارة بتاعة ترعة السلام اللي في بحر البقر ونقول له وقفت الصحارة وحول مصر في بحر البقر وهنيجى عند بحر رمسيس وغدى لك نقول له وقف في الصحارة إيه في الصحارة اللي رايحها هنا وحول بحر رمسيس لسينة وهنسيبها أسبوع بالزبط أسبوع المية وغدى لك في الميت فدان اللي هم أخو باك هعملولي بحيرة صناعية في الميت فدان في سينة ونقول له بعد أسبوع تعالي شوف المية تصلح للزراعة أو لا تصلحش في الزراعة بدون ما نصرف بقى مليارات ولا حاجة احنا هو نقولك الموضوع بسيطة هو أنا يعني أنا مش أقولك احنا هنجيب حفرات ونقعد نشتغل ونوصل لأ ظلمية موجودة يعني احنا احنا انا قلت الفكرة دي ليه؟ ان ترعة السلام موجودة وعملين صحارة تحت نفق معدي منها حضرتك طيب ما هو نقطة تحويل انا يعني تقدمت بالمشروع بتاعي احنا يا سيد أنور يعني بنتمنى ان احنا نكون حلقة وصل قوية جدا بين حضرتك وبين سيدة المسؤولين وبنتمنى انهم ان شاء الله يتبنوا افكار حضرتك اللي يعني بناء عن التجارب اللي حتى قمت بيها واكيد ان شاء الله تكون افكار بناءة وتساهم بشكل كبير جدا في تطوير الزراعة وفي استصلاح كثير من الاراضي الزراعية انا بشكر حضرتك جزيلا على وجودك معي النهاردة شكرا لك استاذ أنور سادات باحث في شؤون مياه النيل المستعملة شكرا لك فانت مشاهدين فاصل قصير جدا بعد الفاصل ان شاء الله يكون مع حضرتكم زميل محمد تركي فقرة حوارية جديدة انتظرو